موسيقى 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 مشاهدين اسمعنا بالفترة الاخيرة عن خبر صادر من شركة افل واللي اتاحت فيه لمستخدميها من انهم يختاروا شخص موثوق فيه يقدر ويتبكن من ادارة اي بيانات يحافظ عليه على جواله بعد وفاته واطلقت على هذه الخدمة الوريث الرقمي يعني كل شخص فينا يقدر يختار شخص اخر يورث رقميا بعد وفاته بعد عمر طويل اكيد لنا ولكم خلينا نشوف رأي الناس في هذا الموضوع مع زميلنا مبارك الكويكبي اولادي اول بعدها ممكن اخواني او اخواتي صراحة اختار واحد من اخيائي اسم محمد العنزي يعني مرة ثقة وكذا لاي كلاود اهدي اي احد اهلي اخيائي ما تفرقوني لا الجوال باخذن معي القبر اللي احبه ما اتوقع انه لازم يكون في شخص قريب مني كثير يكون امين على اسراري وعلى كل ما املك يعني اختار بخلي بابلك كل الناس يشوفونها لانه منوعات خطير انهم يقفلون حسابي احسن عشان ما باخلي حسابي لانه في اشياء خصوصيات وذكريات واشياء خاصة يعني فيني فما بغى اي احد يستطلع عليها اكثر شيء خلانا استغرب لواحد من اخوي اياي واحد من اصحابي يعني انا مرة استغربت يعني واعقول احس ان الموضوع من جد لو اللي نفكر فيه بشكل عميق يستاهل الواحد يفكر فيه فانتي اش رايكي مها والله انا اشك يعني كل اللي يطلعوا يعني ما احترامي الاراء هم اشك ان الواحد يعني شارك خصوصياتها شارك حياتها طب ممكن انا حاشتك عند حتى اذا مت بيكرهوني هادي يعني ممكن اكون قلت سالفة مو حلوة في فلان هادي يعني ليش كيف كيف انه انا اقدر اشارك هذه المعلومات عند احد لا انا احس انا عن نفسي ما احس اني ممكن اخلي احد خليني انا اموت وانا واسراري يعني مثلا ينقفل الحساب او انه يفضل زي ما هو خلينا نقول حسابات السوشال ميديا انا عارفة حتى حسابات السوشال ميديا افردت يعني مثلا احد اخذ ونزل فيه شيء او احط شيء انا لا انا اشوف عشان واحد يكون في السيف سايد يعني المفروض انه يكون مثلا بدلما انت تورثي حساباتك السوشال ميديا وانشيائك للناس او ايا احد لانه ما رح يستفدوا منها اش بيستفدوا ممكن تكون استثمار يمها يعني ممكن في حسابات فيها فولورز كثير فيها ملايين المشاهدين أو المتابعين فيها إعلانات كثير فممكن يكون للأطفال يعني مثلا لو الواحد مات وعنده أبناء يعني بيسترزقوا من هذا يكون دخلهم الوحيد فيكملوا على خطى والدهم مثلا أو والدتهم أنا أحس يعني بالذات الناس أو المتابعين اللي يتابعون شخص معين يتابعونه عشان هو يعني أنا مثلا أتابع نورة مثلا راحت نورة الله يغفر له ويرحمها أنا ليش أتابع أختها سارة ولا عرفت يعني أحس لا يعني ما أدري أنا يمكن مرة بكي في الموضوع هذا لكن ما أحس أنه يعني شي حلو بعد أنا قد أنا كل يام ما أتذكر نورة ماتت وتوفت إذن أقصدر وافتح حسابها ليش الله حدني خلاص الله يرحمها ويغفر له لكن اللي أنا يعني ودي أقترحها إن شاء الله أنهم يسوونها أنه يصير فيه زي مثلا خلنوا قول باسورد أو شي ممكن يكون مع أحد ما إن مجرد ما هذا الشخص يتوفى تتقفل كل الحسابات في كل مكان الإيميلات السوشال ميديا آي كلاود كل شي يتقفل وتمسح كل المعلومات لأن هذا الشخص خلاص راح يعني مثلا تقولي إنه مثلا يحصل شي اسمه مقبرة مقبرة افتراضية يا سلام ياسا كده عدينا أهل مسمى مصاحي مقبرة افتراضية هذا الشخص ستوفى إذن أي معلومات تخص هذا الشخص وحسابات تخص هذا الشخص تنغلق تلقائيا مجرد وفاة هذا الشخص أنا أشوف إيه؟ ليش لا؟ أنا أتفق معاكمها صراحة يعني أنه ما أدري أنا أشوف أنه كده فيها خلاص يعني هذا الشي خاص وهذا الشي خص لإنسان فانتهي يعني هذا الجزء من حياته وهذا الجزء من اختياراته فتفضل حقته هو فقط يعني فيه ناس ممكن يحبوا أنها تتورط لأبنائهم ويكملوا فيها المشوار إذا كانت مثلا حسابات يعني لها علمية أو تهدف لحاجة معينة أو تخدم شيء معين ممكن ولكن كحساب شخصي بحث يعني أحس أنه لا خليه يذهب إلى المقبرة الافتراضية أو ممكن أنه حساب خلاص أنه يصير عليه كده خط أنه يعني أقروا له الفاتحة أو الله يرحم هذا الشخص تذكروا بالخير وخلاص يعني هذه انتهت رسالة من الدنيا وإن شاء الله تفضل أعماله الصالحة وأعماله الطيبة والناس يتذكروا بالشيء الطيب والشيء الحلو اللي سواها صحيح وأنا يعني للأمانة بما أننا فتحنا هذا الموضوع ما ودي أقفل إلا أقول لك قصة حصلت معي أني أنا عندي وحدة من صديقاتي من أعز صديقاتي يمكن قبل خمس سنوات أو ست سنوات توفت الله يغفر لها ويرحمها حساباتها في السوشال ميديا ما تقفلت وأنا زعلانة أنها ما تقفلت للأمانة لكن كل مرة أدخل على الأشخاص اللي أنا مسويت لهم فالو أشوف حسابها أقدر صيح حقيقة ما أقدر ما يجيني نفسي أنه أنا سوي لها أم فالو ما أقدر ريم أسوي لها أم فالو ما أنا قادرة على كل المنصات طبعا أنا أتكلم فهي موجودة كل ما فتحت لقيتها موجودة يمكن في أحد كان عنده أكسس لأنه فعلا إن شاء له كل الصور حقتها مثلا من إنستجرام من تويتر من هذا وكذا كتبوا يعني فلانة توفاها الله وإلى آخره بس أنا أشوف والأحسن والأفضل لنفسيات الناس اللي يحبونها أنه ينحل لأنه كل مرة أفتح السوشال ميديا كل مرة أفتح أشوف فلانة أنا ما أقدر أحدث ما أقدر لا تحدث ويزعلني يعني خلاص أتذكرها وأتذكر صاحبتي رحمة الله عليها فأنا أحس إيه على قولتك مقبرة الإلكترونية أو المقبرة الإلكترونية الإفتراضية رح تكون خيار كويس لجميع الأطراف بشكل عام